تحياتي وأهلا وسهلا فيكم في حلقة جيدة من سلب المدريد اللي بتجيكم مني أنا محمد عوال بالتحول مع مجموعة RM4Arab في تويتر ويوتيوب ورابط ريال مدريد الرسمي في العراق حلقة اليوم اللي وجيت أتكلم عن المباراة بتفاصيلها بوصفها اللي ما شاف المباراة كثير حيقول هذا مجنون هذا ما بيحب ريال مدريد قاعد بيحكي عن الفريق اللي فاز بعض الأمور السلبية سكاننا هذا مش منطقي الرجل لكن اللي شاف المباراة اليوم يعرف أنه كان لها وجه وجه طال لما يزيد عن سبعين دقيقة ريال مدريد هو الأضعف ريال مدريد هو المهدد ريال مدريد هو اللي مش قادر يعمل شي وعشرين دقيقة أخيرة قاعد نحكي عشر دقائق تحديدا أخيرة انقلب فيها كثير أمور وريال مدريد يتفوق وانتصد مباراة من المباريات اللي مش بتخليك أنك توثقت بنزيمة أكتر لأنه الثقة بنزيمة أصبحت مطلقة أعتقد أن المدريديين ولا بجونيور اللي بيقدم موسم رائع حتى الآن بتخليك توثق بكارلو أنشلوتي اللي مستعد يحضط أسماء كبيرة وخبرة على الدكة مقابل البحث عن ثلاث نقاط زي ما عمنا اليوم وبتكافى على ذلك بيفوزوا بثلاث نقاط تجلس مودريد كاسيميرو وهازارد على الدكة في مباراة أنت متوتر فيها لا هذا قرار شجاع بذكر كثير جاء في كتاب أنشلوتي لما خلى رونالدو يكتب أكم من صفحة عنه رونالدو قال كثير ناس بيقولوا عنه أنه شخصيته مهزوزة أو أنه بيخلي الناس يدخلوا فيه لإدارة تدخل فيه لا تصدقوهم الرجل هذا قوي الشخصية بما فيه الكفاية المباراة دخلت بنفس تشكيلة الأسبوع الماضي تقريبا مع تعديل إجا من دور الأبطال ناتشو عد اليسار ألاب قلب دفاع ألاب مع ميليتاو ثنائية قلب دفاع تبدو منطقية حتى اليوم كانت تبدو جيدة قدرين يغطوا مع بعض بشكل كويس بالهواء كويسين مع بعض محتاجين شوية انسجام بتنسيق تحركاتهم مع بعض بلا منازع لكن فكرة ناتشو ظهير أيسر واضح أنها فيها مشكلة لما تكون تحتاج أنت ناتشو الهجومي أو ظهير الأيسر الهجومي بالتحديد لأنه ما عم بيقدر يعطيك شيء كثير واضح حجوميا بيلعب بحماس نعم بيلعب بصلاة بدفاعية نعم لكن بأداءه الهجومي محدود لما تكون محتاجه فكان جونيور متروك لوحده تماما معظم فترات اللقاء على الجهة اليسر ما أعتقد أبدا أنه أنشلو تنفكري خلينات شي يكمل لنهاية الموسم كظهير أيسر وأعتقد لو عاد مندي بشكل جيد حياخد مكانه بلانسي داخل اللقاء وهو واثق بنفسه فريق جايب عشر نقاط فريق داخل بنفس رصد ريال مدريد ما عنده أي مشاكل عم بلعب بداية ممتاز جدا في الموسم ومع مدربه بوردالاس هو عم بوثق أنه هذا الفريق بيقدر يخلق منظومة قادرة تأعذب وتغلب الفرق الكبير واليوم جزء أساسي من المعاناة لريال مدريد في ذلك اللقاء كان مسألة دهني بلانسيا بعد أول 7-8 دقائق دخل جو اللقاء مسك الكرة ناقل بهدوء بدون رهب بدون خوف نزع عنصر الرهب بوردالاس بهذا الاسلوب وخلى لعبته يشعروا أنه آه منقدر نعمل شي أمام لعب طريق المدريد منقدر نهجم منقدر نركض ومنقدر نعبر حتنا شال الرهب منهم وهذا الشي فعلا خلى فلانسيا أقرب وأقرب لمواجهة ريال مدريد وتكررت هجوميا الفكرة اللي عم تطبق لملعب هازارد جونيور وأمامهم بن زيمة هازارد عنده حرية مطلقة بروح يمين يسار زي ما بده وجونيور بياخده الطرف اليسار اسلوب يبدو أنه هدف أنشلوتي منه أن يخلي هازارد يدور على نفسه لوحده وأنه رح دور شوف نفسك وين حتلقى نفسك بأي مكان بأي طريقة بس خليني أشوف هازارد لو سمحت يا إيدن هذا الكلام اللي بحكيه أنشلوتي واضح لهازارد كذ كل هذه الحرية هازارد اليوم حاول شوف نعمل أكمل تمريره صنعة فرص شوف نعم بحاول يعني يطهر نفسه يحط نفسه باللقاء لكن ما زلت أشعر أنه كل هذا الحركة أو المحاولات والتحرك اللي بقوم في هازارد خارج فكرة المنظومة تاعت الهجوم ما زال بالحب كهازارد البحث عن نفسه وليس هازارة الموظف ضمن المنظومة تحدي كبير لأنشلوتي خلينا نشوف شو رح يمل معاه بالنسبة لجونيور أكيد سجل هدف وصنع هدف شيء لافت شيء حاسم لكن اللافت أكتر بالنسبة لليوم مردود الدفاع اللي كبير خصوصا أول 60 دقيقة وهو بيضغط على أجنحة فالانسيا الجناح اليمين تاعة فالانسيا دائما جونيور اللي بيلاحقه فناتشو كان يضمن العمق بسبب ذلك قدم أداء في تضحي كبيرة في رغبة واضحة أنه يكون لعب مفيد مش مهم وين المهم أكون مفيد وهذا الشي اللي بيخليني أنا أحب جونيور صراحة وخلاني أحبه من السنة الماضية أن يعرف أنه بيحاول وبيعطي أحسن ما عنده مش أنه زي اللي مكيف أحاله أنه غلطان أو مكيف أحاله أنه ضيع فرص لا الرجل بتألم كان من ذلك واليوم بهذا المردود الدفاعي مع اللي عمله هجومي بوريك أنه بعض الأحيان كل اللي مطلوب عن لعبين الشباب بس الصبر وهيعطيك كثير طبعا مستحيل نحكي عن المباراة بدون ما نحكي عن إصابة سولير وتريكوريا اللي جاءت في أوائل الشوط الأول فنيا لو نجي نتطلع لما نزد يونس موسى الفرق تحرك فرق صار أسرع على اليمين حتى من وجود سولير صار أخطر ما مقدرش حكي فنيا حسنا بتأثر لفالانسيا بعد ذلك بالعكس شو بالفالانسيا عم بتحسن أكتر عم بصير أسرع أكتر لكن ربما الخسارة الوحيدة كانت لفالانسيا هون أنه خسر تبديلين كان بإمكانه يستفيد منهم بالشوط الثاني لما كان آخر عشر دقائق فقط ذلك يعني هي مسألة الطاقة واللياقة لا أكثر وأساس معاناة ريال مادريدي اليوم بعد عنصر اللي تكلمت عنه عنصر الرهبة كان العنصر البدني يعني لما تشوف مودريتش تدري كده ما أمن بأداءه بمردود اليوم أنه ما عاد له كمودريتش بهذا العمر بيقدر يلعب ثلاث مباراة بثمان أيام شيء ربما شبه مستحيل ربما شيء خطأ لازم ما يصير وبالتالي لابد يدخل الآن أنشلت بحسابات أكتر في هذه المسألة المباراة الأسهل يلعبها كما فينجا أو مين مكان المهم مودريتش لازم يوصل لمباراة الصعبة وهو مش لاعب ثلاث مباراة متتالية لأنه واضح حاته البدنية ما بتسمح بذلك المعاناة البدنية هذه كانت على أكثر من لاعب في ريال مدنيد اليوم كاسيميرو كلنا نشوفه مرهق كاسيميرو حنرجع نتكلم عنه أكثر من لاعب في ريال مدنيد كنت تشعر أنه مش بحالته البدنية تمام هذا شيء خلى ريال مدنيد بطيء خلى ريال مدنيد مش عم بدور الكرة بالسرعة المطلوبة هذا معناه دفاع فالنسيا بياخد أمهاك وبدو بمشاكل وهذا البطء ساعد دفاع فالنسيا أيضا أنه يعزل بنزيمة تماما عن بيزارد وعن جونيور كرة بطيئة بالسهولة بيقدر يرطوا على زوايا التمرير وأخرجوا من اللقاء وأجبروا يبعد كثير بعض الأحيال لبنزيمة والمرات القليلة لعندما كان مودرج طبعا والمرات القليلة لعندما تبديلات أنشلوتي دخلت اللي كان يربط فيها بنزيمة مع اللاعبين كان يصير فيه خطورة ثم جاء قرار جريء من أنشلوتي بنتكلم عن رودريغو كمافينغا عم يدخلوا على الفريق وبعدها بيدخل إسكو ويوفيج الهدف الأساسي الفريق يكون عنده لا ياقل الفريق يكون عنده حالي بدني أفضل شفنا الكرة عم بتدور بشكل أسرع كثير بفضل كمافينغا رودريغو وإسكو أيضا اللي الثلاثة شغلوا الجيحة لما نزل رودريغو علج المشكلة تاعة حرية هازارد اللي كانت ترغي الجناح الأيمن فصار فيه جناح أيمن أمام فاسكيس فبيقدر يوصلوا وبيقدر رمغر له الكرة الكرة صارت تدور أسرع ولما بلشت الكرة تدور أسرع كان التوقيت سيء جدا لفالانسيا لأنه مرحلة التعب في آخر الدقائق ما قدروا لحقوا الكرة اتفاجأوا بهذه السرعة فكان التعادل ثم الفوز ربما الثورة وانقلاب النتيجة والأداء بآخر عشر دقائق بوريك أن المشكلة كان أساسها مش بس فني أو أنه والله البلانسي لعب مباراة ممتازة وبفعلا لعب مباراة ممتازة لكن كان مشكلتها بدنية الفريق لأرض الملعب كان بطيء بالإضافة أنه نحن نتكلم عن كاسيميرو من أول الموسم عم بلعب مباريات أقل أقل بكتير من كاسيميرو سواء لما تكون معا الكرة والأسف دفاعيا كاسيميرو معروف عنه بعرف يوجب صح بعرف يقطع صح بعرف وانت يدخل فولات صح وانت يدخل بعنف صح ما عاد هذا الكاسيميرو هذا الموسم يعني كثير عنده أخطاء من هذه الناحية في هذا الموسم لكن خليني أحكي أعتقد الموسم هذا أول اللي جاب له الموسم الماضي أسف أول اللي جاب له بدأ الموسم بشكل سيء ثم تحسن كثير وخلينا نصبر عليه طبعا لأنه كاسيميرو خطأ فاسكيس طبعا اللي إجاب منه هدف فالانسيا لازم نحكي عنه إلخاء أخطاء كثير الفردية هذا الموسم مع ريال مدريد اللي بتأدي الأهداف وأعتقد هذه مسألة اللي بدها شغل كثير من المدرب على مسألة الهدوء ربما التركيز ربما بس بدها خبرة أنجيلو تدخل لأنه هفوات كثيرة عم تنجو منها للآن لكن الخوف بيوم حاسم بيوم مهم ما تنجو منها بشكل حام مش غلط لو يجيد قلت ريال مدريد خطف الانتصار مش غلط فعل ذلك وفعليا مبارك كانت رايحة لفالانسيا خطف الانتصار أخذ ثلاث نقاط ومحهم الصدارة وهذا اللي بهم كارلو أنشيلو تليلي خصوصا أنه عم بيشعر أنه أتلاتكم مدريد مش أتلاتكم مدريد الموسم الماضي ربما مش حيحق نفس النقاط وبرشلونة وضعه مش تمام ففي فرصة عنده ياخد الدور بعيد الآن عشان لما يوصل دور الأبطال يكون قادر يدور لاعبي هذا طبعا إذا ما تحسن أنتاتكم مدريد وبرشلونة وقدروا يحققوا نتائج ويجاروا بنوصلوا لنا هذه الحلقة كنت معكم أنا محمد عواج موجود فيسبوك تويتر وإنستجرام وضروري جدا نتابعنا على سيرفي سبورت في اليوتيوب والسلام عليكم ورحمة الله